قانون عقلية الناجح أو الغني Growth Mindset اللي هي عقلية اللي بتكسب يعني فيه اللي بتوسع فيه مثلاً Growth Mindset ده هناخدها بالتفصيل قدام بس احنا هناخدها بشكل مختصر دلوقتي وال Fixed Mindset Fixed يعني ثابتة فال Growth دي اللي هي بتكبر العقلية للإنسان دايماً دماغه بتتفتح وتتدارك الحياة وكذا فاناخد هنا شوية tips سريعة tips يعني حاجات سريعة تركات سريعة عشان تكون عقلية الناجح اللي هي Growth Mindset أصدقاء وناجحين نفعش ما ينفعش ما ينفعش تكون عايز تنجح وبتقعد مع ناس مش ناجحة أو هدفهم مختلف عنك فلازم في حاجة اسمها إنك تحيط نفسك بالناجحين فهتكون ناجح زيه لا يلتفت للمحبطين ناس كتير تقول للناس بتحبطني فأنا بفشر انت كده عقلية Fixed Mindset مركز مع المحبطين مركز مع المؤثرات الخارجية فمستحيل تنجح مستحيل مستحيل تلاقي واحد ناجح وكان بيلتفت للمحبطين بل بالعكس بيخلي المحبطين دول هم الحافز بتاعه كلامهم بيحفزوا إن هو ينجح ويثبت لهم الغلط إن هم كانوا غلط أو يثبت لهم عكس كلامهم بيحول الفشل لفرص لما بيفشل بياخد الفشل فرصة إن هو يطلع منها من جديد يطلع منها أقوى تلاقي واحد عرف إزاي ينجح في شغله تلاقيه دايما لو وقع يعرف يقوم بسهولة ليه؟ لأنه متعود يحول الفشل إلى فرص يساعد الآخرين على النجاح الناجح بتلاقيه مش قاعد بيقول يلا نفسي أو بيخلي عايز الآخرين يسقطوا عشان هو ينجح لأ بتلاقيه بيساعد الآخرين وهما بينجحوا وهو برضو بينجح ده بيكون لي دور في نجاحه مبادرة مبتكرا للحلول مبادرة دي كلمة كبيرة جدا ليها شرح كبير جدا ولكن أنك تكون مبادر في مشكلة أنت اللي بتطلع بالحل في شغال مثلا أنت في شركة دايما أنت اللي بتبتكر حاجة أحسن دايما أنت اللي بتطلع بالحلول بتطلع بالأفكار المبتكرة عشان تساعد الشركة أو البيزنس أو هدفك أنك توصله بطريقة مبتكرة وبطريقة سهلة حتى فيه أنصحكم كتاب 7 habits of highly effective people العادات السابع للناس الأكثر فعالية كان أول عادة فيهم كل مبادرة بي بي برو اكتف تمام متفائلا مهما كانت الظروف مفيش ناجح متشائم ولو لقيته هيكون ناجح شوية صغرين وبعد كده هيقع دايما لازم تتعاود على السكيل أو المهارة بتاعت أنك تكون متفائل لا يتشتت بأي مغريات دايما جزء كبير جدا مننا بيبقى حطة هدف وابتدأ يحط له خطة ويتحرك مش عارفة بعدين لقى حاجة تانية شدت انتباهه أو بعديته عن الهدف ده أو حس ان هي مغرية أكتر من الهدف ده فإلى نفسه عمل كل ما يروح في هدف يتشتت طب دايما بيحصل عمره ما هيوصل كل ما يروح لهدف يتشتت بهدف آخر أو بحاجة تانية مش هدف أصلا تمام يبقى دي الـ روز